وأكرر الذي يقيم هذا الحد هو القاضي وليس أفراد المسلمين أفراد المسلمين إذا سمعوا ذلك عليهم أن يثبتوا بالشهود أنه فعل ذلك ثم يقيم عليه دعوة قضائية ثم يترك القضاء هو الذي يحكده ماذا يفعل المسلم تجاه إذاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر من مسلم أو من غير مسلم هناك تصرف في الحال وهناك تصرف في المآل إذا نظرت إلى كتب الفقهاء فمن أذى النبي يذهب به إلى القضاء كمن سب النبي أو انتقص النبي أو وصفه بما لا يليق يذهب به إلى القضاء لا يعاقب بيد الأفراد بل يعاقب بيد القضاء ولذا إذا قرأ بعض الشباب في كتب الفقه أن سب النبي يقتل فيقوم بقتله في الحال فقد أخطأ لأنه لم يفهم أن الكلام موجه للقاضي وليس للأفراد طرى ما تعيش في بلد فيها حكم وقضاء وشرطة وقانون فلا تنفزه بيدك وإلا يكون غوغائية ويكون تعدي على الحكام فوجب على الإنسان إذا قرأ في كتب الفقه يفهم كيف ينفز ما يقرأه فيظن أنه بقوله في كتب الفقه أن من سب النبي أو انتقصه قتل أنه الذي يقوم بقتله إذا حدث أمامه كما ترب هذا الشب على يد كثير من من لم يفقه في دين الله شيء ولم يتعلم من العلماء واكتفوا بقراءة بعض النصوص فنفزوها خطأ لا شك أن الذي يسب النبي أو ينتقص النبي كفر حكمه هكذا كفر سباب الأنبياء كفر وسباب المسلمين فسوق فمن سب نبياً أي نبي كان نبي أو أي نبي من لدن أبينا آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نبي إذا سب فهذا كفر عند المسلمين أو انتقص نبي أو نسب إليه ما يستقدر أو وصف بعض صفاته التي كمله الله بها وبرر بها نقصاً فيه فماذا يفعل المسلمون تجاه من فعل ذلك في الحال يقبض عليه ويزج به في السجن وترفع عليه قضية قضية ازدراء الأديان وهي قضية معلومة وموجودة في كل دستير العالم ويأتي بالشهود ويترك للحاكم أي القاضي أن يحكم عليه ويترك الأمر لله إذا كان قاضي مالكي فالقاضي المالكي إذا ثبتت التهمة أمر بقتله سواء تاب أو لم يتب حتى ولو تاب يقتل عند المالكية ولكن بواسطة الحكم القضائي لا بواسطة فعل الأفراد فلابد أن نفهم كيفية تطبيق الأحكام وإلا تصير فوضى لماذا يقتل عند المالكية ولو تاب لأنه عاب في شخص النبي والنبي تعلق حقه أن نسترده من هذا وتعلق الشرع بحق أن يقام عليه حد الشرع فهناك حقان حق شرعي يقوم به القاضي واسترداد لحق النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب فإن النبي ليس معنا حتى يعفو عنه وبالتالي علينا أن نحتاط ونقوم بحماية عرض النبي من السفهاء فيقتل عبرة لمن يعتبر إن تاب هذا رأي المالكية لحق النبي أما توبته فتنفعه في حق الشرع فيموت مسلما ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فتوبته تنفعه فيما يفعل به بعد قتله وتصير زوجته زوجة له وأولاده يرسونه لأن المسلم يرس المسلم أما إن لم يتب قتل أيضا ولكن لا يورس لأنه كافر ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه بل يرمى في المزبلة عبرة لمن يعتبر حصارة في هوانه كالحيوان هكذا هو حكم المالكية في مذهبهم في ساب الرسول صلى الله وسلم وأكرر الذي يقيم هذا الحد هو القاضي وليس أفراد المسلمين أفراد المسلمين إذا سمعوا ذلك عليهم أن يثبتوا بالشهود أنه فعل ذلك ثم يقيم عليه دعوة قضائية ثم يترك القضاء هو الذي يحكد ولكن إذا فعلت العقوبة بيدك على مستوى الأفراد أظهرت أن الإسلام دين فوضى فتسيء للنبي مرة أخرى بدفاع وأنت تدفع عن النبي فذي إساء أخرى ثم عليك أيها المسلم بعد ذلك رد الفعل الذي يكون على المدى البعيد ويبقى أن يرد الفعل المباشر هو أن تقيم عليه دعوة قضائية وتترك القضاء يفعل ما يشاء هذا هو رد الفعل المباشر لا تضربه ولا تؤذيه ولا تجرحه فضلا عن أن تقتره هذا خطأ الإسلام منه بريء هذه ليست أحكام المسلمين أحكام المسلمين أن الذي يقوم بالحكم وبالقضائي وبتنفيذ الأحكام هو القضاء والشرطة إذا كان في بلد فيه حكومة حتى هنا في مصر لو أساء أحد الإنسان للنبي صحفي مثلا أو مفكر أو ممن يدعون وكثيرا من أسمع مهاترات ماذا تفعل أيها المسلمين ارفع عليه دعوة قضائية وأأتي بالشهود والتسجيلات وترك القضاء حتى يخاف أي إنسان أن يجرح النبي جهرا حتى ولو كان هو في وقحته وفي كفره يجيز لنفسه ذلك أما عند الشفعية فساب النبي يقبض عليه وهي أيضا كفر ويستتاب عند القاضي يبقى الشفعية يستتيبوه أولا ويوضح أن هذا الجرم كفرا وعليه أن يعود إلى الله ويلقنه الشهادتين فإن تلقن الشهادتين وتاب حكموا عليه حكما تعزيريا ليس قتلا ولكن حكم تعزيري غرامة مالية أو بدنية أو عقوبة بإقصائه عن البلد التي يعيش فيها أو بحرمانه من وظيفته أو أي شيء من العقوبات المدنية العادية فإن عاد فإن عاد مرة أخر ماذا يفعل قاضي الشفعية يحول القضية إلى القضي الملي مباشرة فلا يعطيه حتى فرصة لأنه ممكن بعض الناس يستهين بهذا الأمر فإذا قبض عليه تاب فإذا أطلق صراحه بعد شهر وشهران يعود مرة أخرى ثم بعد ذلك يقبض عليه فيتوب ثم يطلق صراحه فيعود مرة أخرى فيستهان بذلك فالشفعية قطعوا هذا واستخدموا القاضي الملك لأن مذهبه سواء تاب أو لم يتب يقام عليه الحد يقتل وهذا نص عليه الإمام بن حجر العسقلاني وكان قاضي القضاء في زمانه وهو شفعي فكانت تعرض عليه قضايا سب النبي أو انتقاس النبي فكان يحكم فيها أولا بحكم الشفعية إذا كان المعروض عليه إنسان أول مرة في هذه القضية يعرضه أما إن كان ثاني مرة يحوله للقضي الملك دون أن يقابل المجرم أصلا أما إن كانت أول مرة فيعرض عليه التوبة فإن تاب يعقب عقوبة عزرية شديدة موجعة ولكن دون القتل فإن عاد مرة أخرى فحكمه عند الملكية أن يقتل ونسترح منه هذا في بلاد المسلمين هذا إن تم الأمر في بلاد المسلمين إن كنا في بلاد غير المسلمين فيحكم القضاء عندهم هناك دستير تحافظ على حقوق الإنسان وتمنع ازدراء المقدسات عند الآخرين عندهم نصوص هكذا عند البلاد الليبرالية الغربية فيمكن استخدام هذه النصوص ويمكن إقامة دعوة قضائية في الحال هذا في الحال أما في الخطة التي تكون هي بقية أيام حياتك أن تكون قدوة حسنة للإسلام والمسلمين في معاملاتك فنصرت النبي بإظهار أخلاقه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعدى أحد على المسلمين فعلى كل مسلم أن يكون صورة طيبة لهذا الدين عليك أن تتمثل النبي من خلال مواقف سيرته في كل مواقف حياته وتستدعيها عند أي موقف تقف فيه ماذا كان يفعل النبي اللي يوقف في هذا الموقف تسأل نفسك قبل أن تتصرف ثم تصرف على وفقه ما يمليه إليك تصورك من خلال سيرة النبي فإن كان هذا الموقف فيه صفح فاصفح فيه عف فعف فيه إحسان فأحسن فالنبي كان يعفو عن من ظلم وكان يصل من قطع وكان يعطي من حرم فلنحي أخلاق النبي فلنحي أخلاق النبي في حياتنا وهذا يكون منهج حياة فاحتفالنا بالنبي هو إحياء النبي فينا لأن النبي حي لا ينتظر أن نحتفل به لنحي ذكرته النبي لم يمت النبي انتقل إلى حياة أرحم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستشرفا للأكوان شاهدا على الأكوان تعرض عليه أعمال الأمم حياته في قبر أوسع من حياته حال دنيا اشتركوا في القناة